نتعرف أكتر على المزيد من التفاصيل حول حالة التخصر المتوقع الأيام اللي جاية إن شاء الله إحنا معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية دكتورة منار صباح الفل على حضرتك وأهلا بك صباح الفل على حضرتك أستاذ كريم وأستاذ أنا هوند وكل أستاذ المشاهدين أهلا بك طبعا دخلنا بقى في أجواء الحارة نسبيا يطرى الوضع مستمر على هذا الحال الفترة اللي جاية ولا فيه توقع لأي الخفاضات في درجات الحرارة لا بالفعل إحنا فترة تقلبات جوية دايما الفترة دي من السنة بيكون فيها تقلبات بين ارتفاع وانتفاض في درابات الحرارة إحنا خلال هذه الأيام وتحديدا اليوم وغدا بنشهد ارتفاع في درابات الحرارة لأن نتقصر بكتل هوية قادمة من مناطق صحراوية وتحديدا الصحراء الغربية اليوم متوقع العزة على القاهرة الكبرى توصل 29 درجة معوية فترة النهار فأعلى من المعدلات الطبعية خلال فترة النهار هنحسد الأجواء المائلة للحرارة على أغلب المناطق الشمالية أجواء حر على المناطق الجنوبية جنوب السعيد وجنوب سينة فترة النهار فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بيكون فين خفاض في درجات الحرارة خاصة ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر والصغراء متوقع ما بين 15 و 16 درجة معوية على القاهرة الكبرى وأجواء باردة على أغلب المناطق خلال فترة الليل كمان اليوم متوقع أن يكون في نشاط رياح سرعاته ما بين 30 و 35 كيلو متى على الساعة نشاط رياح ده هيكون مصير لبعض الرمال والأثباء وتحديداً في غارب البلاد نصروح والسلوم بعض المناطق من شمال السعيد القاهرة الكبرى اليوم عليها أثباء عالقة على القاهرة الكبرى والوكس البحر في مدن القناة الأجواء دي متوقع أنها تستمر معنا غداً بسنين إن شاء الله لكن مع فترة المتاء يعني مع غداً خلال فترة المتاء تبدأ في حالة من عدم الاستفرار في الأحوال الجوية هيبدأ يأثر علينا منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا ومنخفض أيضاً على سطح البحر المتوسط هيعملوا على حالة من التقلبات الجوية تبدأ ثاني الأجواء السقوية تعود مرة أخرى يكون فيه فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية من الجهة الغربية وممكن كمان الأمطار دي يكون أمطار متوسطة ممكن تزيد عن المتوسطة في مطروح كمان هيكون فيه انخفاض ملشوط في ضربات الحرارة مع يوم الثلاثة اللي جاي إن شاء الله متوقع أن العظم على القاهرة الكبرى يكون عشرين درجة مقاوية فترة النهار سنعود ثاني للأجواء الشتوية فترة النهار فالحالة الجوية دي زروتها يوم الثلاثة هيكون فيه أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والشمال السعيد بعض المناطب اللي فينا ومدن القناة هيكون فيه انخفاض ملشوط في ضربات الحرارة هيكون كمان فيه نشاط في رياح هيخلينا نحس أكتر بالفترة ضربات الحرارة وبرودة في الصق فالفترة اللي جاي هتكون فترة بين ارتفاع منصفات في ضربات الحرارة عشان كده احنا بنأكتب خلال الفترة دي بلاش نغير نوعية الملابس بلاش نخفف الملابس خاصة فترات الجيل لو خففنا فترات النهار فترات الجيل لازم محافظة على التداء ملابس شكوية مرضى الحساس الصدرية والجيوب الأنفية لو احنا خارجين لازم مستدي الكمامات ونخلي بالنا الضروة الحالة الجوية والأمطار ونستطدر ان قتل حرارة هتكون يوم الثلاث مع يوم الأربع هيكون تحتكو النسبي في الأحوال الجوية ان شاء الله ان شاء الله جميل احنا بنشكر حضرتك على مشاركتك معنا جزيل الشكر واضح ان الدنيا مش مستقرة وفعلا تقلبات ده مش تقلبات ده تقلبات حد ده كمان انخفاض وفرص سقوط أمطار ورياح وحد دول وده نتكلم في نهاية الشتاء خلاص يعني وفضل تقريبا النهاردة يوم ايه كريم نهاردة 12 تقريبا 10 ايام تحديدا 10 ايام على انتهاء فصل الشتاء ده يعني بالتحديد